في وسط خمسين ألف مشجع كأنك قاعد في مدرجات استاد كاملة خمسين ألف مشجع كلهم دخلهم بنظام رهيب وخروجهم بنظام كبير أماكن مخصصة للي هيوقفوا أماكن مخصصة للي عايزين يقعودوا وبالتالي ده كله مع فعاليات كمان بتحصل علشان الناس ما تبقاش حسن يا زهقانا بين الشطين أو قبل المباريات مع هتافات وما أجمل الهتافات المغربية بقى في المباراة دي حضرت أنا مباراة فرنسا مع إنجلترا في الستاد استاد البيت استاد حلو قوي يعني عملاق صرح عملاق يعني فهتكلم معنا بس بعد ما أقول لكم على مباراة المغرب مع البرتغال فيها تأهل المغرب ويعني الناس ممكن تبقى والعرفة اللي قالت الكلام ده قبل بداية السنة صح ولا قالت هيحصل كذا في أمريكا هيحصل كذا في تركيا هيحصل إن الخبر الحلو إن منتخب عربي هيوصل للسيمي فاينال كاس العالم ده بيحصل ده حصل بجد لكن هو لحد أول مبارح أنت عمرك ما تصدق إن ده ممكن يبقى واقع إن منتخب مغربي عربي إفريقي يعرف يوصل للدور نصف النهائي بقى من ضمن الأربعة الكبار عدينا خالص بقى مرحلة عملتوها يا رجالة وشرفتونا لأ دلوقت أنت بتتكلم على منافس من ضمن أربعة حظوظه لا تقل عن ثلاثة آخرين بنسبة 25% لكل واحد أن يتوج بالبطولة على الورق ممكن تقعد تحط إمكانيات حد أعلى من حد تمام طبيعي كورة لكن على مستوى اللي بيقدمه فريق يكسب في طريقه بلجيكا وكندا ويتعادل مع وصيف النسخة اللي فاتت كرواتيا ويقصي بطل عالم إسبانيا ثم يقصي مرشح من أبرز المرشحين منتخب البرتغال فلما تتكلم عن مواجهة بطل عالم ما تقولش أنه صعبة كل حاجة صعبة في الكورة بس كل العوامل متوفرة كل العوامل متوفرة جمهور لا يهدأ لا يتوقف عن التشجيع تكاتف عربي كامل بيوصل للعيبة وبيوصل للمدرب مع لعيبة ملتزمة ومنضبطة جوه أرض الملعب مستوى حتى كان أفضل في مباراة المغرب عن مواجهة إسبانيا لأنه على المستوى الهجومي أنت عندك مبادرات هجومية أي نعم تراجعت في الشروط الثاني فعرفت تحافظ لكن حتى مع غياب العناصر الأساسية بتتكلم من برح في أنه لما لعب بخمسة في نهاية المباراة أو التلت الأخير من المباراة أربعة من الخمسة ما كانوش أساسيين من بداية البطولة سواء بدر بنون سواء جواد اليميق سواء لما أصيب كمان رومان سايس بتتكلم على بتتكلم على يحيي عطية الله كزهير أيسر بتتكلم على خط دفاع بالكامل باستثناء أشرف حكيمي من غير الأساسيين ورغم كده الفريق متماسك بتتكلم على لعيبة كمان عناصر الهجومية ما بين الأجريسف اللي هو الطويل اللي بيدخل يفايت يعني زي يوسف النصيري أو اللعيب المهاري اللي بيعمل إرهاب بالفعل للمنافسين لما بيقعد يروغ فيهم ويصمم أنه هو يرقص الواحد ويرجع يرقصه تاني يوسف بوفال فرقة مبهجة جدا محمد صلاح عملها من سنوات لكنه كان عمل تأثير فردي الناس برضو كانت لسه الشك موجود في عقولها في قلوبها فكرة أنه محمد صلاح عملها بس هل حظ هو اللي قاده لكده هل كلنا كعرب نعرف نعمل كده هو إيه المختلف اللي وصل بمحمد صلاح لكده أثر في الكثيرين علة طموحات الكثيرين لكن لسه كونه فرد واحد ما خلاش الناس كلها تؤمن فأعتقد أن المغرب بيعمل أو بيكمل دلوقتي اللي عمله محمد صلاح أنه يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم لعب عربي دلوقتي أفضل المنتخبات في العالم منتخب عربي فأعتقد أنه لازم نستثمر ده كويس جدا اللي بيقول وليد الركراكي مع فكرة أنه لازم نشيل من عقولنا فكرة أنه مش قادرين مع اللي بيقدمه على أرض الواقع منتخب المغرب تحت قيادة المدرب الواعد الرائع جدا وليد الركراكي يخليك تقول أنه لا لازم ده يكون ليه تأثير على كل المستويات على مستويات المنتخبات كلها على مستوى الرياضات كلها أنه إحنا لا نقل قوة وقدرة بل نزيد على مستوى القدرة ممكن مستوى الفنيات إحنا مش الأفضل لكن على مستوى القدرة على مستوى الانضباط على مستوى التركيز إحنا بنعرف نقل الفوارق بل ونبقى أفضل